نظم القسم العلمي بهيئة علماء المسلمين محاضرة بعنوان أصول الدفاع عن الصحيحين ورد الشبهات عنهما بحضور جمعا من الأساتذة والعلماء وطلاب العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحضور الكريم أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه المحاضرة التي يقيمها القسم العلمي تحت عنوان أصول الدفاع عن الصحيحين ورد الشبهات عنهما يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمود شديفات أستاذ الحديث بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية وتحدث المحاضرة الدكتور محمود شديفات أستاذ الحديث بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية عن الإشكاليات والشبهات التي رافقت الجهد الكبير للإمامين البخاري ومسلم ومدى دقتهما في الاستدلال على الرواة ثقات في جمعهما للأحاديث النبوية الشريفة الإمام البخاري الإشكاليات أو الشبهات التي أثيرت عليه كثيرة كثيرة جدا وسبب هذه الإشكاليات عظم هذا الكتاب وعظم هذه الشخصية حتى أن بعض الشخصيات العظيمة يختلف في اسمها كأبي هريرا رضي الله عنه لعظم ما له من أثر فبعضهم يجذبهم إلى العرب وبعضهم يجذبهم إلى العجم من ناحية النساء على أنه ألا هو عربي أو عجمي نحن نقول في الحضارة العربية الإسلامية كاملة كل من دخل في دين الله واستظل بمظلة هذه الدولة فكل نتاج يندرج تحت ثقافة الأمة فمن يعيش من العرب الآن في أمريكا إنما هو نتاجه العلمي سيصب في صالح تلك الأمة وحضارته وثقافة سواء كان في الناحية المادية أو الناحية المعنوية وبين الدكتور شديفات على أن الاستشراق في عمومه هو برنامج من برامج الغزو الفكري والثقافي الموجه للطعن في الدين الإسلامي وأن التشكيك في الأحاديث النبوية ليس مقصده البحث العلمي وإنما الطعن في تدين الأمة هذه الحملة قلت سيهر ثم تلميذه الشاخت وغيرهم من المستشرقين قام العلماء المعاصرين منهم رحمة الله على دكتور مصطفى السباعي وغيرهم بالرد عليهم وبيان أن هذه افتراءات لا تخضع إلى الحقيقة أو إلى مستوى النظرية وأنهم لم يبرهنوا على ذلك بدليل فهذا ما نتكلم فيه عن الاستشراق الاستشراق هاجم القرآن الكريم هاجم التاريخ الإسلامي هاجم اللغة العربية ضاعنا في شخص النبي عليه الصلاة والسلام شكك في مصادر الأمة التشريعية ومنها الكتاب والسنة ضاعنا في الصحابة يسعى القسم العلمي بهيئة علماء المسلمين من خلال مجالسه وندواته ومحاضراته العلمية والبحثية إلى استفادة طلبة العلم وإحاطتهم بالأدلة والبراهين لأغراض إكمالهم للبحوث العلمية والتحذير المستمر من حملات الغزو الفكري والثقافي والتحصن منها اشتركوا في القناة